أول ما تسمع الجملة ما نجهله عن حياتنا الأبدية إيه اللي بتدور في ذهنك كخادم للإنجيل؟ هالكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد مقبل المسيح وما بعده 66 كتاب سفر مدونين لألنا ألاف الصفحات كلها تتعلق ب 60, 70, 80, 90 سنة حنعيش على الأرض وكل ما يصف لنا في الكتاب عن حياتنا في السماء قد لا يتجاوز الأربع صفحات في صفحتين بآخر رؤي يحنى وآية هنا وهناك وكأني أشعر بأن الله يقول لنا اهتموا كيف تعيشون على الأرض بحياة القداس والإيمان بحسب تعليماتي ووصيائي وتؤمنوا به وتحصلوا على الحياة الأبدية والسماء علي سوربريز مفاجأة لي سلسلة مفاجآت الأبدية يعني ببلايين مليارات السنين سنحياها عندنا قبس صغير من هنا وهناك سنتأمل ببعضها اليوم سوربريز مفاجآت